موسيقى 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 معظم الناس صدقوني معظم الناس ما عنده هذه الشرية ما عنده هذا اللؤم معظم الناس طيبون صح؟ حتى المسلمين إياك تسيئ الظن بالمسلمين بالعكس أنا بقولك بس ربما ضللنا إحنا وتعلمنا غلط وعلمنا غلط وسرقوا عقولنا شوي وعين الزيف في آخر سبعين ثمانين سنة لكن هذه الأمة أمة رحيمة وفيها اللطف وفيها ما شاء الله شفها فيها وحنا حقيقة من أمضى الأمم يعني وشوفوا أنت حتى الآن أنا بعد ما نزلت البوست الصغير هذا وأترحم فيه على هوك قال الله يرحمه وفي المسجد يترحم عليه وأسأل الله أن يرحمه وأن يكافئه المسكين عن صبري وعن محنته في الدنيا خير مكافأ إلا أن يريد الله غير هذا فهذا أمر الله فما يتدخل ونسلم لأمر الله ولا اعتراض لكننا نسأل الله هذا إله ولكل الناس الأمثاله قالك شفته بترحم على هوكينج وبترحم على معاوية بن أبي زفيان مثلا أو في المعلان ما هذه مشكلتكم أنتم عندكم مشكلة إنسانية أنا بالنسب لي صدقني عندي مشكلة ليس مع معاوية مع أخوي مثلا أخوي من أمي وأبي شقيقي المسلم الموحد يصلي معي حين يكون ظالما وغشاشا ونصابا وكذابا ويحجث علابات للناس ويسفك لماء الناس ويأكل أموال الناس ويدخل الناس في السجون ويكتب فيها تقارير ويديها على المشانق عندي مشكلة معاه ما بحبه ولا يحب أفعاله هذه ولو مات على هيك من الصعب ترحم عليه لأني بعرف أنه يا الله صعب أن يفعل هذا يعني لأنه أخبر أنه هذول صعب جدا أن يغفر لهم صح؟ من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة وما قالش كافرا يعني ومن يقتل الكافرين مؤمنا أي وحد مؤمنا كان أو كافرا واتذكروا الكلمة لقد قالتها لكم مرة عن إمام مالك ونختم بها لما قال له يا إمام أنا البعيد يعني أو ماذا تقول في رجل قاتل أي يعني مرأة أي بالباط عدوانا قال له ليكثر من شرب الماء البارد يشرب مي بارد كثير مليون قال له لماذا طيب يتجهز لجهنم طبعا تقتل نفسا هيك قال له يكثر من شرب الماء الماء حلى هذه الفتوى ما حلى هذه الفتوى قال له ليكثر من شرب الماء البارد من اليوم من جهنم قدامه هذا قال الله فمعاوية ليس قتل واحد واثنين وتسبب في قتل عشرات الألوف وعلى الأقل قتل سبعة من خيرة التابعين وفيهم بعض الصحابة مثل حجر ابن عدي شرخت له قتلهم صبرا أحياء دفنهم أحياء في منهم فمعاوية فترحم ليس عليهم ولا ألعنوا ولا أقول لك في جهنم أقول أمر إلى الله محبوش محبش كل ظالم محبش كل قتال بس ستيفن هووكينغ لا قتل ناس ولا ذبح ناس ولا رجم ناس ولا بهدلنا قدم لنا كل خير المسكين طول حياتها الغلبان المسكين الله يرحمه يغفر المسكين قدم كل خير البشرية ونورنا وعلمنا شغلات في الفيزيو لم يسبق إليها صح ولا هاترحم علي مؤمن وغير مؤمن مسلم وغير مسلم قريب وبعيد هو بتولاهم برحمته فإصحة فك نفسك بتخوفني واناك انت اي أفهمتني بترحم على الكافر الملحد بضحكوا عن الناس جاعدين لسه ما زالوا بضحكوا عليكم ويزوروا وعي الناس بترحم على كافر ملحد وما بترحمش على معاوية الصحابي الجليل عندك صحابي جليل عندي مي الصحابي جليل عندي له صحابي جليل ولا له إليه هالمحبة في قلبي ومش هترحم علي مش هلعنوا عمري ملعنتوا على فكرة معاوية بقدرش أجازف بلعن واحد قد لا يكون عند الله ملعون لكن بقول لك وضعه خطير معاوية وضعه خطير جد والأدل على هذا أكثر وقيس على معاوية بالدخية وأنا جيبتها من قصيرة يعني إذا أنا عند الجرى أقول هذا في حق واحد صحابي فكيف غير صحابي أنا لما أشوف النبي عليه السلام ما يقدرش يضرب جارية يملكها كان شارينها بفلوس بنادي عليها أربع خمس مرات ما بتجاوبش عملي حلم السامعة تطلع مسلمة قتلها وإي لك يا كذا كذا تعالي الرسول بناديك وانت قتلها ما اسمعتش فالنبي معاه سواك قالها لولا خشية القوت يوم القيام يعني لأوجعتك بهذا السواك أنا مش بدني اخشعر قلبي من جوا اخشعر نبي علمني قال لي أنا وأنا محمد الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر أنا سيد العالمين لو ضربت هذه المملوكة المسكينة باستواك ظلما سأضرب يوم القيامة يا الله من وين انتوا جبتوا دين وجبتوا فقه انه لا بما هو مش محمد صحابي شاف محمد ولو ساعة من نهار جعل وعمل السبع وذمتها وذبح الناج وقتل كذا هذا ايّاك هذا مقتول له بالجنة ليه كذب على غيري مدخلش علي هذا صحة ولا لأن أنا وعي من كتاب الله ومن سنة النبي الصحيحة مش من أكاذيبكم ولا مصحيح الله قال له إذن حتى النبي لو انه زاغ في العقيدة وفي الدين ولعب بالدين وكذا الله مايش قال له إذن لأذقناك ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الدنيا وضعف الممات عذابا مضاعفا ثم لديه كبير وهذا محمد نساء النبي المطهرات بنص كتاب الله مايش قال من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعف حي قل الله صحابي صحابي أسلم يوم فتح مكة قال وخرب الدنيا كلها إيك تتكلم عليه كلمة هذا مغفور له مقطوع له يلعب غيرها والله ما تغدعني وقسم بالله مستحيل هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ لسفت الدين أنتم خربت الدين عشان هيك تطلع فينا الحين هذه الأمة من ألف سنة يا أخي من يفعل العظائم كلها ومطمئن بأن له الجنة يظلم يسرق يزني يقتل يأخذ أموال الناس يعذب الناس ويصلي ويأتمر قالوا ويتبقط في الصلاة أي دين هذا من أين أتيتم به هؤلاء نسخوا القرآن هم النسخوا عمليا بفهمهم السقيمة ومسالكهم العقيمة والعياذ بالله تبارك وتعالى طب نساء النبي مش أنا وإنت ومعاوية نساءه أهل بيت قد ما حاولت أقنع نفسي لكن قلتها في القطبة أشهد بالله أن أهل البيت قرآنيا يراد بهم بدرجة أولى نساء النبي أشهد لله بهذا يغضب أخواننا الشيعة أنتوا أحرار أنا مقدرش أكذب كتاب الله عندي كتاب الله بقرأ سوة الأحزاب الكلام كله مع نساء النبي الخطاب كله لنساء النبي يا نساء النبي وبعدين إنما يرضو الله ليذهب عنكم ريس أهل البيت يا آخي الكلام كله مع نساء النبي إنسا تكذبش علي فيدخل في أهل البيت دخولاً أولياً نساء النبي لغةً وقرآناً وشرعاً يغضب أخواننا الشيعة لا يغضبوش بالله هذه الحقيقة وأي واحد شيعة يروح يرجع القلب ويقرأ القرآن ببصيرة بيدعى الروايات وعن الكلام وعن الآيات لحالك اقرأ زي ما فعلت أنا تلاقي المسألة واضحة جداً 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 فلما قضى موسى للأجل وسارة بأهله مين أهله زوجته ما كان لك معهله زوجته الله سمّه الأهل وعلى ما صحيح بعدين رحمة الله عليكم أهل البيت مين كانت؟ سارة عليه السلام فهود أهل البيت إنه حميد مجيد مين؟ سارة أهل البيت تقول لي عائشة وفلانة مش أهل البيت أهل البيت عليهم السلام أجمعين عليهم السلام جمعوا أهل البيت